نقاش ام تفاوض؟ تساؤل لم يتضح بعد عن طبيعة الجلسات الحوارية التي تعقد في تونس بين مكونات مناصرة للشرعية واخرى معارضة لها تقول المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات التي تنظم هذه الجلسات بالتنسيق مع مكتب المبعوث الاممي لليمن مارتينغريفث ان هذه الجلسات تتخذ طابعا حواريا نقاشيا لا تفاوضيا ولا يمثل المشاركون احزابهم بصورة رسمية بالضرورة يأتي هذا في الوقت الذي يقوم المبعوث الاممي مارتينغريفث بجولة اقليمية جديدة لدفع الاطراف اليمنية الى المفاوضات التي لطالما انتظرها اليمنيون لانهاء الحرب والمعاناة اطراف كثيرة تشارك في جلسات حوار تونس بما في ذلك ممثلون عن ميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات ومؤتمر حضر موت الجامع والهدف المعلن هو دعم عملية السلام التي تقودها الامم المتحدة في اليمن ضمن مشروع اوسع سيستمر خلال الفترة المقبلة لكن ماذا عن خطة اطار التفاوض الاساسية التي يحملها مارتينغريفث والتي قال في جلسة مجلس الامن الاخيرة انه يعمل عليها لتقديمها الى المجلس خلال مدة اقصها شهران هل تعد هذه الجلسات بمثابة طريق التفافية على ما سبق ان رفضته الحكومة الشرعية والتي طالبت بان تكون المفاوضات على اساس شرعية وانقلابيين وضمن المرجعيات الاساسية المحلية والاقليمية والدولية وفق مراقبين فان توزيع اطار التفاوض او النقاش بين اطراف عدة هي في الاساس جزء من المشكلة اليمنية بشهادة فريق لجنة العقوبات الاممية وهو تعقيد جديد لعمليات السلام واضافة اعباء جديدة للمفاوضات ولوصفات الحل التي تبتعد كثيرا عن جوهر قرار مجلس الامن رقم 22-16 فيما لا تفضي لأي شيء جديد يجعل الحل قريبا اشتركوا في القناة